صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى أهل خليفة ملك مملكة البحرين أصحاب الجلالة والفخامة والسمو أصحاب المعالي معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية السيدات والسادة يطيب لنا أن نتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى مملكة البحرين الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم وكرم الضيافة التي حظينا بها منذ وصولنا إلى أرض المملكة وعلى استضافة للدورة الثالثة والثلاثين للقمة العربية كما أشكر خادم الحرمين الشريفين والمملكة العربية السعودية على جهودها خلال رئاسة الدورة الثانية والثلاثين للقمة والشكر الموصول أيضا إلى معالي السيد الأمين العام والأمانة العامة للجامعة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو تلتزم ليبيا بموقفها الثابت والداعم بقوة للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في غزة وفي أرجاء فلسطين المحتلة كافة وتبذل الغالي والنفيس لنصرته في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها ونجدد إدانتنا الشديدة للعدوان الصهيوني الغاشم على أهلنا في قطاع غزة خصوصا وفلسطين عموما والذي يعد إبادة جماعية طالت وحشيته أوجه الحياة كافة من منشآت مدنية ومستشفيات ودور عبادة ومنازل بل ومخيمات للاجئين والنازحين راح ضحيتها قوافل من الشهداء والجرحى وأننا في هذا الإطار نشير إلى انضمام ليبيا مع جمهورية جنوب أفريقيا إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الكيان الإسرائيلي المنظورة أمام محكمة العدل الدولية السيدات والسادة لقد شهدت العملية السياسية في ليبيا عدة تطورات إيجابية بما فيها نتائج الجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة العسكرية المشتركة 5 زي 5 بالإضافة إلى جهود اللجنة المالية العليا التي من شأنها ترصيخ وإرساء مبدأ الشفافية في مجال إنفاق المال العام وتوزيع الموارد الوطنية بشكل عادل في جميع أنحاء ليبيا وأننا مستمرون في بذل المزيد من الجهد لتحقيق الاستقرار وتلبية تطلعات الشعب الليبي إن الشعب الليبي أيها السادة لا يقبل التدخلات الخارجية السلبية وأن الحل ينبثق من الليبيين أنفسهم وأننا نبذل كل ما في وسعنا للتواصل مع الجميع دون استثناء واقتراح المبادرات التي من شأنها تعزيز الثقة بين الأطراف وخلق توافق يقود إلى إجراء انتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية دون المساس باستقلالية قرارنا وسيادة بلدنا وهنا أشيد بالدور الذي تلعبه جامعة الدول العربية وأمينها العام في دعم الحوار الليبي للوصول في أسرع وقت ممكن إلى انتخابات حرة ونزيهة ختاماً أتمنى لهذه القمة التوفيق والنجاح والخروج بقرارات تكون سنداً ودعماً لشعوبنا ومنطقتنا ولكفاح الشعب الفلسطيني الذي يعاني ويلات الحرب والتاجير والإبادة الجماعية وشكراً